السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي اللغة العربية مادة الإملاء للصفة الثانية ومتوسط صفحة 44 رح نشرح الهمزة المتطرفة بعد متحرك أو ساكن رح نشرح الإملاء يلا عيني خلينا نلخصها بهذه الورقة يلا ماما طبعا أخذنا الهمزة المتوسطة اللي على الألف الهمزة المتوسطة تأتي في وسط الكلمة أخذنا الهمزة المتوسطة اللي تأتي في وسط الكلمة قبلها حرف وبعدها حرف هاي الهمزة المتوسطة أخذناها قبلها حرف وبعدها حرف اليوم شنو موضوعنا الهمزة المتطرفة بعد متحرك أو ساكن يعني تكتب في نهاية تكتب في نهاية الكلمة الهمزة المتطرفة شنو Mandy تكتب في نهاية الكلمة شلون أكتبها شون يعني رسم الهمزة يعتمد على حركة الحرف اللي قبلها يعني باوى عليها من على الحركة اللي قبلها إذا كان الحرف يعني إذا كان الحرف اللي قبلها ساكن ترسم على السطر يعني نقول أولا تكتب على السطر إذا سبقها حرف ساكن مثلي أش خلينا قبل أن ناخذ الحرف الساكن يعني هذه اللي قبلها حرف ساكن مثلا عندي همزة هاي همزة وقبلها حرف ساكن إيش تكتب عن يمن تكتب على السطر وحدها مثليش مثل عدي نساء مثل نساء هاي قبلها شنية قبلها حرف ساكن بعد عدي ضوء هاي شنية هاي قبلها حرف ساكن جريء هاي شنية على السطر قبلها حرف ساكن هذه أولا ثانيا ثانيا تكتب على اليمن تكتب على الألف إذا سبقها تكتب على الألف إذا سبقها حرف مفتوح إذا سبقها حرف مفتوح تكتب على اليمن على الألف إذا سبقها حرف مفتوح يعني شنو حرف مفتوح مثل عندي هاي همزة قبلها حرف مفتوح اش تكتب علي من على الالف ناخذ مثال مثل عدي ملئ هذي ملئ هذي ملئ قبلها حرف مفتوح ها عيني قبلها حرف مفتوح مثل ملئ نقول ثالثا تكتب على الواو تكتب على الواو اذا سبقها تكتب على الواو اذا سبقها حرف مضموم اذا سبقها حرف مضموم مثل امر تباطئ تباطئ هذي شنو تكتب علي من علي من تكتب على الواو يعني نقول على الواو إذا سبقها هذه الهمزة قبلها حرف مضموم ثالثا تكتب رابعا تكتب على الياء إذا سبقها حرف مكسور إذا سبقها حرف مكسور تكتب على الياء إذا سبقها حرف مكسور مثليش مثل عدي شنو قبلها حرف مكسور مثل قارئ قارئ شاطئ قارئ شاطئ هاي عيني هاي الهمزة المتطرفة بعد متحرك أو ساكن إن شاء الله عن فيديو ليجي انحل التمارين قبل غير